هاي واضح أنا ميرلين رزق بشتغل بالشوكولات مارتين ستوكو من سوريا الشوكولات هي سعادة هي فرح تقدر تغير مزاج أي حدا هي مطلوبة من الكل من الصغار من الكبار المبسوط بده شوكولات الزعلام بده شوكولات كان معي خمستاشر يوم بدي أعمل أي شيء لجمعية بصخرة سيدنايا لبازار فأعادت فكرت أنه أنا معي خمستاشر يوم شو فيني يساوي قررت أنه شوكولاتة كوني بعرفة ولما صار البازار كتير حبيت اللي شفته من العالم من الآراء اللي هاي قلت بدي تكفي فيه وأنا حبيتها عملت كورسات بقلقامش طلعت عدو بي أعملت ترينينج ثلاثة أيام بمعمال ومجربت كتير بصراحة وفيه شغلات كتير هيكة أول شيء أول ما تزبط معي وعالتجارب وعالشغل الحمد لله لأموري كتير تمام وقت رحت عسويسرا رحنا على معملة شوكولات فقبل ما أنا أجيب أي قطعة أتطلع كل واحدة شو فيها محتوياتها يعجبني الأمبلاج يفتلي نظري الأمبلاج هادا الشيء كتير ساعد بالشي اللي أنا عملته ل مشروعي الفاض أتطلع فيها شو فيها حتى بيتمي أوكي عم دوقة بدي دوقة التفاصيل فيها كلها أحتفظ بالعلبة النوع الشوكولات اللي عم بيستخدمها الحشوات اللي أنا عملتها شكل البوكسات تبعي حبيت استخدم اللوحات اللي أنا بحبها ببوكساتي تقريبا هلأ أنا بعمل 40 أو 50 نوع للشوكولات حشوات يعني النكات كانت غريبة يعني غير اللي نحنا متعودين عليها ولسه أكيد فيه شي جديد عندي ثقة بنفسي أني هلأ بقدر نافس الشوكولات الأجنبية جوزي سيف فأول ما بلشت أعملي شوكولات بدي دوقوا إنه شوف شو رأيه وأنا خايفة الصراحة لا كتير حبهم بس اللي دعمني رفقاتي الصراحة ولادي لما شافوا الشغل كل من شافوا سجاني أبعد بوكس راحة أميركا راحة فرانسا عالمانيا الحمد لله يعني إنه مين ما عم يدوء عم بيحب يعني في دبي بيروت يصير عندي معمل هي الخطة القريبة يعني أعمل معمل وكادر يكون عندي وأقدر أنتاجية تكون عالية هلأكيد بحلم أني يروح أحضر المهرجان الشوكولات بإيطاليا هذا عندي حلم لما يدوء وحس السعادة يطلع فيني يعملوا هيك إنه خلص أنا هاد الشي اللي بديها هاد الشي اللي وصلت له باية باية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة